رمضان صبحي ووضح جدا طبعا من خلال اهتمامه في التدريبات بعد ما عقد جلسة معاه في التمرين الأول وكمان عقد جلسة تانية ضمت رمضان صبحي وليد سليمان ومحمد هاني وحسام عشور واظهرت الجلسات الفردية والجماعية اللي عقدها المدرب الجديد ملامح التشكيل الرئيسية واللي هيعتمد عليها قصاد فريق فيرميدز ومن المتوقع كمان ان يبدأ بتشكيل مكون من شريف إكرامي أو محمد الشناوي في حراسة المرمى وقدامه كريم ندبد ومحمد هاني وآيمن أشرف وعلي معلول وحسام عشور وعمر السليا ونصر مهر ورمضان صبحي وليد سليمان ووليد أزارو وطبعا في اتجاه اللعبة بمحمد محمود بدل عمر السليا جانب حسام عشور من جريدة الأهرام نروح لجريدة الأخبار المساء اللي قالت إن شعار النادي الأهلي في المرحلة الحالية هو الصراع مع الأيام والرغبة في التغيير السريع قالت كمان إن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقية لسارتي حط خطة عجلة لإنجازها بسرعة وده عشان حسم أكتر من ملف في الوقت اللي بيستعد فيه طبعا الفريق بقوة لمباراة فيرميدز ولها تقام يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله في الدوري واللي بتحضى أكيد باهتمام كبير جدا من كل المسؤولين في النادي الأهلي والتأكيد كمان الجهاز الفني واللعيبة وده لأنها المباراة الأولى للمدير الفني وكمان قالت الأخبار إن المدير الفني ألغى نظرية الإنسجام وحرص على دخول مجموعة اللعيبة الجداد في قوام الفريق والتعامل مع الكل بأهمية واحدة وده لرغبته في الاستعانة بالوافدين الجداد أو على الأقل اتنين لعيبة في المباراة القادمة قصاد بيرميدز طلب المدير الفني قد رمضان صبحي وجيرالدو ومحمد محمود بالإضافة للتنائي محمود وحيد هو لعب الفريق صالح جمعة الموجود في قيمة الانتظار بيحدى الثلاثي الأول باهتمام كبير من الأسارتي للعب بيهم في المباراة اللي جاية وهيتم طبعا حسم ملفات باقي الأسامي المرشحة للقيد أو انضمامها خلال الأيام اللي جاية كمان حضى ملف الجهاز الطبي باهتمام كبير جدا في بداية مهمة المدير الفني مارتين الأسارتي وتمت الاستعانة بأخصائي التأهيل محمد وفائي مع إمكانية إجراء هيكلة جديدة للجهاز الطبي في الفريق بناء على رؤية المدير الفني ومن المتوقع أن يبعث النادي الأهلي الأسامي الخمسة للقيد في قيمة الفريق وهيتم تأجيل ملف الاستبدال وبيحق طبعا للنادي الأهلي أنه يقايد خمس لعيبة بداية من النهاردة ويقدر أنه يستبدل أي عدد من اللعيبة لحد نهاية الشهر الجاري كمان المدير الفني طلب يحصل فيانة شملة ودورية لأرضية ملعب مختار التاتش وكمان اقترح أن يتنقل التدريبات بره الملعب لحد ما يتم إصلاح أرضيته